وتمكنت السورة الأمنية من ضبط أحدهما في 13 مارس 2018 وبالرغم القيمة السلطة التونسية من استكمال إجراء التسليم وإلا أن الحكومة البوسنية رفضت بتعالة القانون البوسني اللي ما يسمحش بتسليم رعايها طيب وفي الموضوع هذا نفسه يقولوا أنه فما تونس اللي هي قدمت سبع إنابات قضائية دولية وجهها قاضي تحقيق منذ 3 أكتوبر 2017 إلى 10 نوفمبر 2017 إلى كل من مصر، لبنان، كوبا، تركيا، بلجيكيا، سويد والبوسنة وكما قلت جيهانا تم تعرف على الزوز عناصر هادوما اللي قاموا بعملية الإغتيال ويحملوا الجنسية البوسنية على كل القضية هذه هاوكا بقت بالجريدة متاحها ونتندون زادا يشوفوا الحقيقة زوجة الشهيد اللي لليوم ووعدوها ووعدوا التونسة قدام العالم الكل وأنه مش يعطيوها الجنسية والإقامة ومن حقها أضعف الإيمان زوجة شهيد تونسي يعطيوها حقها لليوم ما زالت ما أخذتش الحق متاحها هذي على كل نكملوا مع الملفات الأخرى في نفس الموضوع ونفس الكونفيرانس دو بخاس اللي عملها أناتقى رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ويقولوا أنه حكا على الملفات المطروحة أمام القضاء وخاصة على القطب القضائي المالي ويقولوا أنه ملفات يظهر لي تقريباً 1060 قضية منشورة أمام القطب المالي ويقولوا سليتي وأنه أحصائيات عن القضايا هذه أنه منذ 16 سبتمبر 2017 لليوم هناك 500 قضية تم الفصل منها في 339 قضية معناها ختم فيها قضاة التحقيق الأبحاث وحالوها على دائرة الاتهام وغيرها من المواضيع الأخرى من بين أهم المواضيع هذه زادة اللي جاءت في نفس الموضوع جريدة الأخبار تفاصيل مخطط خلية تقليبية الإرهابية حكا على عشر أشخاص تورتوا في القضايا هذه من بينهم في زوزنسي وتم إصدار سبع بطاقات إداء في حقهم كيفش صار تحكيه كيفش كتشفه من السيد اللي قاعد نياسون في متفجرات في دارو خلى كل شيء يمشي لجمع المادة هذه تفجرت وقتها اكتشفوا الدار هذه وكتشفوا أنه قاعد نياسون فيها في المتفجرات بالنسبة للقضايا الإرهابية عفوا أن القضايا الإرهابية يقولوا أنه سفين صليتي منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2015 لا نعلم من شي شكيك أكتوبر المارس أنه منذ أكتوبر 2015 إلى مارس 2018 هي مكتوبة مارس 2015 على كل هناك 4.375 محضر وحيلوا على القطب القضائي بينها محاضر انتفت فيها الصبغة الإرهابية وشملة أشخاص لا علاقة لهم بالإرهاب فأطلق صراحهم المشهول على انفتاك المحاضر هذه وغيرها من المعطيات موجودة فما زاد معطيات حول ملفات العائلة الحاكمة السابقة لعائلة من عليه يقولوا وأنه فما فيها توصل ملفات هدية بقيمة 3000 مليون دولار قيمة الأموال المنهوبة بين تبييض وغسل الأموال على كل هدية وغيره موجود في صفحة ثامنة كيف ما قلنا أخر موضوع نحكي فيها اليوم 319 محاولة انتحار الأطفال في عام الأحبات والفشل والأهمال تقتلهم وماذا عن من دنيتهم لجنتهم نحكي على بعض التفاصيل هنا لبعض المراقين اللي انتحروا انتحار لتها مراقات في شهر 1 6 سنة و 15 سنة زو 6 سنة و 15 سنة هذي اللي صارت لتها في جندوبا كيف زاد في جبل لابنة 13 سنة انتحرت بعد التشهير بها على فيسبوك ونقف صفحة هذية بعض الأرقام الأخرى حول الحالات هذية من بنيتها من 51 حالة في تونس تليها نيبل ب37 حالة سفيقس 31 من نوبا بن عروس 22 حالة على كل نكملوا بالأخبار العالمية المغرب العربي ودول صفحة 20 و 21 الرباط طول انقطع علاقتها مع تهران وسط ترحيب خليجي العلاقات المغربية الإيرانية أزمة ثنائية أمام تداد تواترات الشرق الأوسط تذي شفنا أنه قطع العلاقات مع إيران وغلق صفرتها في تهران وترضى السفير الإيراني من الرباط بعد تأكدها من أنه إيران وميليشيات حزب الله تدعمان جبهة الفوليزاريو بتدريب مقاتليها وتسليحهم بحسب ما أعلن وزير الخارجي المغربي ناصر بوريتا يتابع وأنه قام بزيارة إلى تهران وإن أبلغ نظير الإيراني محمد جواد ضريف قرار المملكة وأكد المغادرته برفقة السفير المغربي الغادي وقالوا أنه سيستقبل القائم بالأعمال الإيراني في الرباط نمطالبته بمغادرة التراب المغربي توتر كبير صاير بين المغرب وبين إيران كيف كيف على نفس الموضوع بين المغرب وبين الجزائر ونكملوا مع مع الأخبار العالمي الأخر اليوم في جريدة الصباح في صفحة 9 قبل أن يناقشت مسألة نزع سلاحة نووي ترامب يشرت اعتراف بولدان الشرق الأوسط بإسرائيل والله مثل قادمة على ما يبدو باش نشوفه حاجات قوية المحاكم أما الدولية هذه المحاكم الدولية صد المحاكم الدولية هذي بشو يقف لكم أخوك الأخبار الرجل في 80 سنة تم إيقافه في كاليفورنيا إيقاف صفحة كاليفورنيا بعد اختصاب 50 امرأة و120 عملية سرقة وقعد هرب من عام 76 إلى 86 معليه من عام 76 لليوم هرب 86 هرب في الفترة هذه يعادوا شدو يعادوا شدو يعادوا شدو من رؤلوا جديد تشوف تصويرته هوني معتا جد راجل كبير راجل كبير كيف ما كيك يعرضي في الشارع حتى أنت أمني ولا حاجة في الشارع تشدوا من يده وتقولوا تفاضل خلنا عاديكم الكييس ولا تقولوا خذ بلاس يا عشبابا يا جماعي يا حاجي يا حاجي يا حاجي على كل شالربي بقى لنا نستطر ونساكل الجديدة ونتعدى وبعد شوية معاك جيهان بن عبدالله في فلاشنفوتخافيكا يا وخياني ما لقيت لش كل نحكي حتى أنت يا وخيتي عد كلمة تحكي أنت تمشي ولسانك